أصدر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بياناً أدان فيه اقتحام مجموعات يمينية متطرفة لباحات المسجد الأقصى والتي تضرب جوهر قدسية مدينة القدس، مدينة السلام وتقيد حرية العبادة فيها وقال البيان أن القدس هي مدينتنا المقدسة ويجب أن نحافظ على الوضع القائم فيها ومن الضرورية أيضاً أن ندرك التوازن الحلي الهش وأن نمنع الأفعال التي من شأنها أن تخلى بهذا التوازن الدقيق هذا وقد ناشد البطاركة والرؤساء الكنائس المجتمع الدولي وجميع أصحاب النوايا النبيلة أن يلتفتوا لندائهم ويبذلوا كل الجهود لوضع حد فوري لهذه التحريضات التي تجرح قدسية مدينتنا مؤكدين دعمهم الحصري التاريخي للمسجد الأقصى وما كانته المشمولة مع كافة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بالوصايا الهاشمية لتشرق شعلة السلام والمحبة الأخوية من المدينة المقدسة وتوجهنا جميعاً نحو الطريق التفاهم والمصالحة والعدل والسلام اشتركوا في القناة